هنا في موضوع الذي ذكرتمه أن هذا لا يمكن إلا أن يكون في شريعتنا ذكرتموني بقضية أنقشت في برلمان نعم إحدى الدول الغربية والتي تسعى إلى أن تكون المؤطرة للقضايا التعليمية والحضارية يسمح فيها للمعلم أن يحمل مسدسا معه عندما يدخل الصف نعم نظرا لما يتعرض له من الإيذاء من قبل التلاميذ و حوادث القتل أن يصل حالي لهذا الحد نعم إنما تبقى أن نريد أن ننبه إلى قضية مهمة في قضية التعليم أو العلاقة بين المعلم و المتعلم في بعض الأحيان وهذه تحتاج إلى توعية كثيرة و خاصة أنتم ذكرتم هذا الموضوع في بعض الأحيان يكون لدى المتعلم موقف نفسي أو قيمي من المعلم نعم ربما يلاحظ عليه مجموعة من السلوكيات التي لا تتفق مع قناعاته فيرى أنه ليس مضطرا إلى أن يؤدي له حقوقه نظرا للمخالفات التي يراها عند معلمه مثل هذه الحالة هل تسقط فيها العدالة؟ لا لا تسقط العدالة العدالة لا تسقط بحال من الأحوال و إنما قد نقول بأن هناك مبدأ العدالة تعني المعاملة بالمثل نعم فالإحسان يقابل بإحسان و الأصل في العدالة التي تعني المثلية نعم أن يقابل الخير بمثله و أن يقابل الشر بمثله و ما هو أعلى من ذلك الذي هو الإحسان نعم فإن الخير يقابل بمثله و زيادة نعم و الشر يقابل بما هو أقل منه لكن لا يعني التماثل حينما نتحدث عن الشر أن كل فعل شر يسوغ أن يقابل بفعل شر مثله لا و إنما قد يقابل بالكف كما في القذف على سبيل المثال نعم حتى في كتاب الله عز وجل هذا يتصل بهذا الفهم الذي نريد أن نغرسه فيما يتعلق بحادثة الإفك فإن كتاب ربنا جل وعلا مع إغلاضه على من خاض في حادثة الإفك إلا أنه نهى عن منع الإحسان إليهم و وصلتهم لا سيما إن كانوا من ذوي القربة أو ممن كان للمرء كان للمسلم سابق في وصلهم و الإحسان إليهم جميل ننتقل الآن فضل الشيخ إلى موضوع آخر وهو تأذن لي دكتور الفقهاء يذكرون لطائف فيما يتعلق بمعاملة المتعلمين جميل حتى في انبساطة الوجه لأنهم لاحظوا أن ذلك يمكن أن يورث النفوس إن لم تكن المعاملة عادلة يمكن أن تورث نفوس المتعلمين شيئا من الإحن و العداوات فيما بينهم و لذلك تجد أنهم في فقه التعلم و التعليم يذكرون أمثال هذه اللطائف في توزيع النظرات في المشاركة في الحديث في توزيع الأسئلة في الحث و التشجيع إن كانت هناك مكافأة فلا يصح أن يخص بها البعض إلا من استحق المكافأة نعم فهذه اللطائف لا يصح أن تغيب من حلقات التعلم دوائر التعلم في المقابل أيضا يذكرون لطائف في كيفية توفية المتعلمين لحقوق معلمهم تجد فيها صورا رائعة من التوقير و الاحترام حتى أنهم يعني يذكرون من الآداب و الفضائل لحقوق المعلم يكاد ما يزيد أو يزيد على حقوق الوالدين أو أحدهما من النظر إلى المعلم كيف يكون النظر إليه كيف يخاطب بحيث لا يرفع صوته لا يحد النظر إليه لا يحدث هو و قاعد يملى من اللطائف المقصود منها أن تكون هذه العلاقة مبنية على ليست على العدالة فقط و إنما على الإحسان رائع و لذلك إن أولينا هذه المسألة أهميتها اللائقة فإن ذلك سيعين على تخريج أجيال قادرة على إدراك أهمية هذا المبدأ و على تنفيذه و تطبيقه أين كانوا فيما بعد معنى دالة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة